جماعة كلنا عارفين ان احنا في الصيف يعني بيعد علينا فترات كتير جدا خصوصا مع ارتفاع كده درجات الحرارة والجوء دي بيكون حر حتى لو في ناس بتتعامل مع التكيف بصورة دائمة ودائما بيكون قاعد في تكيف ما بيتحركش ما بيخرجش من احد مجرد بس ما بيتعرض لشوية حر والصيف بيبتدي ان هو خلقه يكون دايق خصوصا بقى الناس اللي بتحب القراية بيجي دائما كده ايه الظاهرة كده في اخر كم فترة يقولك ايه لا خلاص انا في الصيف انا مش هكذا اكمل قراية انا مش هقرأ انا مش هستمر في القراية لغاية بقى ما يرجع للشتة تاني علشان يكون عندي هدوء عصاب اكتر وصبر ان انا اقدر استحمل ان انا اقرأ شوية كتب او كتاب معين كبير طيب بعد الظاهرة دي احنا فكرنا قلنا لا احنا لازم يجيب حد متخصص معنا في الموضوع ده يبسطننا الامور دي ونتكلم في الفقرة دي عن الناس اللي بتحب القراية فعلا وازاي ان احنا نقدر نساعدهم ان هم يستمروا في القراية في الصيف مش عرفنا من هذا طبعا البوك تيوبر عمر المعداوي انا اعرف منه كل التفاصيل واهم الكتب اللي ممكن تتقري في فصل الصيف ازاك عمر ازاك الاخبار اعمل ايه الحمد لله تمام انا نهارنا انا نهارنا انا نهارنا ايه الاخبار عمر تمام زي الفول مية مية تمام صيفت؟ لا لسه ليه؟ خضاء يعني لعيب ده قولنا ماشي حركات لعيب كده قولي يا عمري فعلا الموضوع بيفرق يعني زي كده ايه مشريف قال من شوية ان الواحد لو بيحب القراية هل بتختلف المواسم في الموضوع ده يعني الصيف عن الشتاء والناس ممكن يعني تنفر شوية من القراية في الصيف جنب النسكافية او جنب المشفوط بالساخن فممكن الجو بس بيختلف اه ماينفعش هيخد كتاب تقيل وانا قاعد على البحر تقيل حتى محتوى بتاعه محتوى او عدد صباحات ماينفعش اشيل على قلبي وانا رايح البيتش 600 صفحة او 700 صفحة فهو اللي بيختلف بس ان انا اختار الكتاب اللي انا رايح اللواية او حاجة خفيفة ممكن نزلط يعني معي على البحر او زي معه بعد كده الترشيحات اللي هنقولها في الاخر مناسبة اكتر للبحر طيب صعب ان انا يعني اخد مثلا الكتاب واروح به البحر صعب اخد كتاب وصفه مصر مثلا وانا رايحة يعني على البيتش هو اصلا صعب فيه وانا في البيت فصعب جدا ان انا اغرم معي برا طيب عمرو قلنا كده ايه ممكن العادات اللي الناس تواظب عليها عشان تقرأ كده خصوصا الناس اللي بتزهق او خلقها دايق او ما بتحبش تقرأ كتير بس طبعا يعني عايزة تقرأ ايه عندها اطلاع انا دايما بقول للناس او بقول النصائح للشباب اقرأ اللي انت مهتم بيه سيبك من الناس بتقرأ ايه سيبك ان انت مثلا لسه ايه لكتاب وصف مصر لقيت في معرض الكتاب ان كله بيشتري منصوات وصف مصر ما روحش انا اشتريها وانا عارف ان انا مش هقرأه انا اشتري الحاجة اللي انا فعلا متأكد ان هي من ضمن اهتماماتي متأكد ان انا اخلصها لو انا مثلا عارف ان اكتر من 200 صفحة ممكن ما اكملش لا خلاصة خليك في الرينج ده 150 200 صفحة وكل انواع القراءات هتلاقيها انت لو بتحب الاكل هتلاقي كتب عن الاكل بتحب الرياضة والكورة هتلاقي كتب عن الكورة بتحب السينما بتحب شفت مسلسل مثلا على نتفليكس هتلاقي الرواية بتاعته موجودة بترجمة فكل ده اختياراته قدامي طب عمر دلاتي احنا لو هنتكلم في الحالة دي ايه اسلم الحلول واحد ممكن يعني يلجأ لها يعني في ناس مثلا بتفكر ان هو بقى الفايل بي دي اف على الموبايل ويستغنى عن الكتاب هل انت شايف ان يعني الظاهرة دي تنفع ولا لا لازم التمثب بالكتاب لا مش لازم الاختيارات دلوقتي اوسع كتير من الابل كده كان لازم زمانا اطلع بالكتاب دلوقتي في القراءات الالكترونية فيه ابليكيشنز على الموبايل بتنزل كل الكتب الجديدة فيه ابليكيشنز سامعي انا لو مليش تقل على الاراية ممكن اشغل الهيدفون وانا اقعد على البحر واسمع نص ساعة من الكتاب او ممكن اخلص كتاب فيه ناس كمان بقت تسمع وهي سيئة عشان الزحمة مثلا فبيستغلوا اقتهم لو مثلا مشوار الشغل مثلا بتاعه طويل ساعة او ساعة ونص بدل ما يسمع حاجات مليش لازمة طب انا ممكن في خلال الاسبوع مثلا خلص كتابيه وانا في مشوار الشغل ده بس فالحلول كبرت ما بقيتش زي الاول بس هل هنا الكتب اللي هي المسموعة او اللي انا ممكن اسمعها كده ولا ماشي يعني طبعا فيها استفادة وكل طبعا يعني القيمة الغزائية اللي هي دخلة للعقل يعني تمام هي هي تستفيد منها بس انا بتكلم دلوقتي هل الكتاب اللي هو الورقي اللي هو الطبيعي بتاعنا لتشين مريحته ده اللي هو الحلو ده عارفه اللي هو فيه كده ليه ليه مزاق خاص يعني اول ما تفتحه كده وروح كده انت بتروح لها لوحدها كده من غير اي حاجة خالص بتليك اتشدت لها يعني هل نسبة القرية في الفترة الحالية شايف ان هي مرتفعة وكويسة واللي قلت شويتين وبرضو عايز اعرف منك الناس تجهت ليه اكتر في فترة الكورونا لما كلنا عدنا في البيت اللي كان فيه طلب كتير جدا على القراءة الالكترونية والكتاب المسموع المكتب ما كانش فيه حد كتير بينزل وبيشتري الكتب من المكتبات معارض الكتاب اغلبها يتأجل يتلغى فما كانش قدام الناس حل غير الكتاب المسموع والبيدي اف او القراءة الالكترونية فهو على حسب والزمن بيتغير انا دلوقتي ممكن ان اقول لشاب صغير خد الكتاب ده على موبايلك او نزل الابديكيشن ده اسمع الكتاب ده هيعجبك بدل ما اقول له خد الكتاب نفس الكتاب اقراه لا هو انت نفس مش هتتحرف من الموبايلك اللي انت مسك خد الابديكيشن ده واسمع فهو الزمن بيتغير على حسب بقى احنا بنوجه الناس ازاي بس انا اعتقد ان العداد الناس اللي بتقرأ بتزيد مش بتزيد بالعدد كبير بس يعني لا بتزيد لان ازاي ما اقول لك الوسائط بتختلف وبتتناوع كل شوية وفيه وسائل بقت تسهل على الناس انه ممكن واحد هو نام مثلا يسمع كتاب قبل ما ينام ففي نفس الوقت كأنه قرى كتاب طيب قلنا بقى عمرة عن ترشيحاتك لأفضل عشر كتب للناس تقراهم في فترة الصيف نبدأ بأول كتاب اول كتاب دايما انا بروح دايما لعمر طاهر كتاباته دايما متنوعة وسهلة سهلة حتى الحد بيبتدي قراية اخر كتاب بنزله كان صناعية مصر اتنين ده بيتكلم عن الناس المؤسسين الصناعات واللي كانوا في فترة عبد الماصر والسداد يعني مثلا بيتكلم عن صاحب فكرة السيارة رامسيس الصناعة المصرية الصناعة المصرية اللي دخل صناعة التشيبسي في مصر او بطاطس المقلية في مصر انا بنعرض بكتب اوه انت بتكمل كلمة بكتابة على الشاشة وفيها معلومات للناس كمال اه كتاب تاريخي ممتع جدا هو بازل فيه مجهود هو مش مجرد هو مش نائل من وسائل هو قابل ناس اولاد الصناع دول بنفسه واستقى منهم المعلومات وكتابه وطبعا بسلوب عمر طاهر الجميل بيعرضه اه مثلا بيعرض كمان اللي انشأ مدينة المهندسين او منطية المهندسين وجايب الجرائد وهم بيعلنوا عن مدينة المهندسين يقولك ان ده يعني الحق الفضل الحق المدينة دي احنا ده اخر امتداد القاهرة الله مرتبة جديدة بقى في الستنان اخر امتداد لازم تلفح ناس طيبة قوي احنا خرجنا برا القاهرة كلها دلوقتي فلما ترجع كده بالزمن وشوف الاصطناعات اللي كانت عندنا والناس لها فعلا كتاب ممتع جدا وانصح بيه وكتاب خفيف اسمه صناعية مصر صناعية مصر جزء التاني جزء التاني طيب ايه الكتب التانية برضو انت معنا عشر كتب صح؟ اه طبعا طيب لنا عشر كتب ايه كتب التانية الكتاب التاني فيه مثلا لو نخش على الروايات فيه رواية اسمها استدعاء ذاتي دي رواية مترجمة كاتب امريكي اسمه بليك كراوش اه ده انا بعتبره ان الكاتب ده كريستوفر نولان الرواية لو انت بتحب الافلام تاعت كريستوفر نولان والفيزياء والنظريات الكام والحاجات دي نفس الكلام ده الكاتب ده بيطبقه في رواياته بس هنا الافضل ان الفيلم بيبقى ساعتين وانت ممتلحقش كريستوفر نولان بيجريك وراك طول الفيلم انت ممتلحقش من كمية الافكار اللي بتراحها في الفيلم لكن هنا في الرواية انت ممكن تقرى الفقرة مره او بين وثلاثة ابرحتك بهدوك عشان تفهمها وتستوعبها اه بالزبط بالزبط فالرواية دي برضو من الروايات الجميلة جدا حلو ايه واي تاني برضو بعدها في كتاب عن العلم النفس اسمه محاط بالمرضى النفسية حلو ده اوه حلو ده اوه الكاتب نفس الكاتب ده توماس اكسون نفس الكاتب ده كان كاتب كتاب قبل كده اسمه محاط بالحمقه الراجل ده جميل راجل ده بيقول افكرنا الراجل ده بيفهم على بكتاب هو في الكتاب ده بيناقش فكرة التلاعب ازاي ناس قريبين منك ممكن يتلاعبوا بك لمصلحيتهم الشخصية مم اسمم مستغلال يعني زي kits استغلال يعني boş بس الاستغلال بس استغلال السي made الاستغلال السي الاستغلال السي dead ده بيجي من اقرب حد بيك من الان هو عارف نوء الضعفه ممكن يبقى في استغلال كويس يعني نكون إعرف طبتك الز العالم اللزوم عرف ان انت كريم اما ضعفك Но قوتك ممكن مثلا بحكم العشرة انت ومرتك او انت ولدتك اتا عارف النقطة الليانا لو دخلتله منها هيوافق على الموضوع ده فيه ناس بقى بيستغلوا نفس النقطة دي لصالحهم لاغراض تانية كذب واستغلال في الشغل بيعلمك ايه الشخصيات اللي ممكن تلاقيها في الشغل تتعامل مع كل واحد ازاي تتعامل في العلاقات العطفية والعلاقات الزوجية ازاي ده ليه سن معين؟ يعني حس ان ممكن الكتاب ده يكون بيفيد حد سنه صغير شوية لسه ما خدش خبراته تستضام مع الناس في الحقيقة العامة والشغل وكده لا احنا لغاية دلوقتي نتعلم ونتصدم في الناس لا انت هو هيقول لك معلمات نادي احنا ما عارفين الصدمة جاية منين وبنقابلها بالنسبة لا تعالي انا حبينا تعالي اه 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 يعني سبحان الله بنسيب الحلو ومنتشاور على الله هو ده اه هو ده بس حلو الكتاب ده مفيد جدا فهو اه اسلوبه علمي بس مباصر يعني هتاخد بيوضح ايه بقى يعني بيوضح لك ازاي تتصرف مع النوعية دي من الناس ويديك حلول لها لان هو الاول بس مواقف معينة حصلت مع بعض الناس الاول لا الاول لازم تعرف انت اه موقع ضعفك ايه تمام علشان تعرف ان اللي قدامك هيستغلها فانت الاول لازم تعرف نفسك انت الاول بعكيد تعرف انماط الشخصيات فيه اربع انماط اساسية من الشخصيات لازم تعرفهم علشان تعرف كل واحد هيخش لك ازاي عارفهم يعني ومش متذكرهم حاليا بس يعني احنا انصح الناس احنا نقراف احنا نقراف الكتاب طيب فانت لما تعرف نفسك وتعرف اللي قدامك هتعرف تتفادة التلاعب اللي بيحصل ده حلو جدا رابع كتاب بقى اه يمكن عشان دخلينا على كاس العالم اه خلاص في شهر 11 اللي جاي فيه كتاب اسمه اغرب الحكايات عن المونديال اه ده ليه كاتب اجنتيني او صحفي رياضي اجنتيني اه جايب بقى تاريخ كاس العالم من 1930 اول بطولة تقدمت في ورقوي بس ان حد يجمعلك كل السنين دي وكل بطولات كاس العالم دي في حتة واحدة في كتاب واحد ده ده مجهود صحفي اه اه ومعصوق اه ممكن يكون بالزبط وكمان بيجيب لك الاحصائيات واغرب الحاجات حاجات ممكن ما تلاقيهاش في جوجل انه هو عامل مجهود بحسي ومجهود صحفي صعب جدا كمان الكتب مختلفة عن الجوجل يعني وعن الويتيبيدي عمتا يعني بيبقى ليها كده رونك خاص لمحب الكراءة بالذات كمان في الرياضة الناس اللي بتحب الرياضة اكيد هتروح للكتاب ده جدا بالزبط طيب احنا كده قلنا محط بمرضى نفسيين صناعية مصر اغرب الحكايات عن المونديال استدعاء ذاتي ايه كمان اه انا عجبني انت عاملت تشكيل اه اه محمد توفيق ده الصحفي صحفي اه 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 عامل كتاب عن احمد زاكي خصوصا في سنة ستة وتمانية شمعنى بقى هو السنة دي كانت مهمة جدا في تاريخ احمد زاكي اه تخيل الرقم معايا خمسين فيلم ما بين بيقرأ سيناريوهات دخلت فعلا تصوير حاجات اعتذر عنها حاجات بتتعرض حاجات خدت جوائز خمسين فيلم لأحمد زاكي في السنة ستة وتمانية عملهم في السنة دي بس في السنة دي اراهم واراهم واعتذر عنهم اه صور وما كملش صور وكمل كان بيتعرض له افلام تقريبا بتعرض له ست افلام في السنة دي خد جوائز في السنة دي هو جايبها من ناحية الصحافة انه بيجيب المانشت ويبتدي يتكلم عنه يعني انت عايز تقول انه في سنة ستة وتمانين كان فيه زي ما نقول خمسين خبر مختلف عن الفنان الراحل أحمد زاكي بالزبط تمام وكمان مش عن أحمد زاكي واللي حواليه من مخرجين ومن مؤلفين طبعا وممثلين معاه في الافلام دي اعمال بها كله كتير او من وضع اقتصادي ومن وضع سياسي كمان انا اقول لك دي معلومة فنية غريبة وتقيلة مش سهلة ان انت تبقى عادر توصل من سنة ستة وتمانين او من دلوقتي لو ممثلين عمل فيلمين في السنة نقول انت حاجة أجازية طبعا لما نرجع شوية ومش ما منرجعش قوي ده سنة ستة وتمانين يعني من تلاتين سنة خمسة وتالتين سنة ان أحمد زاكي يقرأ ويصور ويتعرض له خمسين فيلم رقم رهيب جدا طيب في كتاب لفت نظري اسمه رحلاتي مع اوبر تمام ايه ده ده بتتلم عن ايه مهندس مصري فادي زويل اه مهندس مصري شغيل في امريكا فترة الكورونا كان بيتطلب منه ان هو يسافر كتير جدا بره امريكا وجوه الولايات في امريكا فهو كانت الوسيلة اللي هو دايما بيطلبها اوبر راح باريس وراح بيرلين وراح ونزل القاهرة وراح اسكندرية وولايات مختلفة في امريكا وطلع على كنا كل يعني هو اصلا كاتب كاتب روايات فكل سائق بيقابله بيبقى بيستقي منه حكاية معينة المهاجرين بيقابل مهاجر افريقي في نيويورك بيقابل مهاجر سوري في القاهرة يبتدي ان هو يحكي معاه فكتاب زي ده مناسب جدا ان انت تاخده معك ممكن تخلصه في عدة واحد ان هو حكايات وحاجات مسيلية جدا مسيلية لا بس تاريخة بس تاريخة لا يعني ما فيش حاجة عندنا ممكن ترجع برضو بعض الناس المهتمة بالجزئية دي شوية ان هما يلاقوا روايات خاصة بالموضوع ده يعني الحاجات طبعا احنا بنحبها من احنا صغارين الحاجات اللي خاصة بأحمد خيات توفيق يعني فيه حاجات كده ايه احنا منطقة معينة نفسنا نشوف منها برضو اعمال كتيرة ومختلفة وناس بتكتب عنها ففيه روايات تانية ممكن يعني تقولنا عليها مش مكتوبة معانا هنا الموازل اللي انت بتقوله ولا انا برشحه دايما لأي حد عايز يبتدي في القراية او عنده بلوك قراية الروايات المصورة الروايات المصورة مش قصدي بيها فلاش وقال لكم ايه فلاش ايه بدي يا خورابي يا دي جماعة حاجة عظمة والله العظيم قدي كده وايه وانت فهم انا كنا منخش من معرض الكتاب على فلاش قدي فلاش ونخرج ما لنجدعوا باي كتب تانية بس عمر لا فيه روايات مصورة للكبار يعني مش شرط ان هي تكون للأطفال ماشي يعني مثلا في القيمة اللي عندها وقت الشدة دي عن الشدة المستنصرية في القاهرة لما حصل مجاعة في مصر كمان مش في القاهرة بس وتلت السكان ماتوا من الجوة ايام الشدة المستنصرية دي انا لو قتلك نفس الموضوع ده تقراه في كتابه هتستصعب بس لما اقول لك ان ده نفس الموضوع ده متقدم في الرواية مصورة هتقول طب ازاي طب وريني كده ايه هتبعي اي حاجة مرتبطة بالكلام ده على القالة تبقى حاسس بالموضوع يعني وسهلة يعني انت بتقلب على طوض الصفحات الحوار مش كبير هتخلص معاك انت اريدت في فترة تاريخية مهمة عرفت معلومات جديدة وما حستش ان انت بزلت مجهود في القراءة بس مش فلاش برضو اللي فاروق دور عليه لا فلاش كانت قواتا جميلة انا كنت بقى لان انا طبعا طبعا طلنا كلا بنعرف لاش وحدي دلوقتي على فكرة وعملنا لها فكرة على فكرة انا عملنا لها فكرة هنا في البنامج اتكلمنا عنها طبعا اولا استاذ تحياني استاذ خاند الصفتي طبعا طبعا نورنا معسيزها والكاتب العبقاري طبعا طب موضوع وقايا عربية ده ايه هل قصص قصية ده موضوع ادب شوي ادب؟ اه يعني ماشي هي مجموعة من القصص القصة لا تتجاوز مثلا الصفحتين ترى هي قصص قصيرة عن العرب من قبل الاسلام وكمان ما بعد الاسلام قصص من التاريخ العرب طبعا الكاتب الكبير محمد المنسي انديل باسلوب اسلوب سلس واسلوب راقي وآدبي جدا دايما برضو برشح الناس متخشش في رواية 600 صفح حاجات كثيرة هتحس ان انت بتنجز قريت مثلا سبع عشر القصص فحسيت ان انت لا بتنجز انا بخلص يعني دي بتجمع بين الاسلوب الجيد طبعا الكاتب كبير وعظيم زي محمد المنسي انديل وكمان اسلوبها سلس وتاريخية واسهل الاطفال لا يفهمون كلمة لا لا ليه بقى دايما عندنا في التربية انا قبر تربية طبعا نامة جدا ولد عنده اربع سنين فدايما حسين ان احنا بنربي زي ما اه سمين ابقنا يا ربون بنقرى ممكن بوست على الفيسبوك بنحاول نطبقه على ولادنا ما ينفعش اقول خلاص البوست ده هو البوست اللي كان غلط مش احنا اهي هنا في الكتاب ده هو بي بيقول لنا ان احنا نصبر على الولايات خصوصا الصغيرين ازاي نتعامل معاك ان مش لازم ان يكون الاطفال مثاليين بيعملوا كل حاجة صحة او بيسمعوا كلام طول الوقت يعني احنا نفسنا اللي بنربي هم مش مشاليين اصلا انت كشقاء انت كشخص جدير او مش مش مشالي يعني عايز من طفل عنده تلت او اربع سنين ان هو يعمل كل حاجة صح يكون شاطر في المدرسة بيسمع كلام ممتوبه ما بيتشقاش ما بيتشقاش يلم اللعب لما يخلص لعب ويأكل على طول مفيش كلام ده يعني تطالب الكمال ده مفروض الاب والام لا يصعوا لي اطلاق كمان الاطفال بحيث ان هم بيعندوا لما الاب او الام تقولوا لقا بيعندوا يعمل العكس لانه مش بيبقى فاهم هو لقا ليه هنا في الكتاب ده فيه تمارين عملية ازاي نتناقش مع الطفل بيعمل اللي انا عايزه وما خشش في حتة الجدال دي مسائس أقطر مع الطفل يعني مثلا انا بنصح صراحة اي ام أن هي تبتدي ان هي تقرأ في الكتاب ده وكتب التربية عموما هيحس وبرضه ما يزهقوش ما ياخدوش تمرين ويطبقوه ما يلاقيهوش ماشي لا الكتاب فكرني بحاجه انا بيتشوفها مؤخرا ان في هي بقى تقاباتوا امهات اللي يعني اجلي الحديث شويا اللي تتجوزوا خلف لا بيتكلم ما مسلا بيعاية احنا زمان كنا مرتبطين بمسماع بيبقى عندنا في العيلة بيعيط بنجري عليه نشوف فيه ايه او لو وقع بتديله اهتمام فبيعيط فلا بدأوا ان هم بيتعاملهم مع ابنهم و بنتهم ان هم مفيش بيعيط سيبوا يعيط هو هيزهق ويسكت اه هيزهق بالظبط ما تدرويش الاهتمام لان انت كل ما هتديله الاهتمام هيتمادة معك في الموضوع وهياخدها ان هي وسيلة فعلا نقيت الموضوع ده بس ناجح مع بعض الناس وانت مع الوقت بتفهم مفاتيح ابنك بالظبط شخصية اه هو هنا بيمثل بيامل علينا التلاعب اللي انا كلنا لسه بنتكلم عليها ولا فعلا فيه مشكلة حقيقية بالمناسبة يعني سارة نجار طبعا كل التحية لها كانت منورونا في حلقة من حلقات ايم باكس وكانت بتكلمنا فعلا عن زي الاباء والامهات يتعاملوا مع اولادهم وطرق التربية الصحيحة والسليمة للاطفال طيب اخر كتاب معنا ايبا ايه تاني ما اسكتب معنا سحر الترتين اه ايه موضوع ده دي سيدة يابانية دي شغلتها اصلا هي مستشارة تأتيب منازل تروح لبيت مثلا متاع فروه تلاقيه منعكش تباعد معا طبعا بالفيزي بغدو الله بمقابل اه بمقابل طبعا اعملها غدوة وفي شغل يعني بقى اك ماشي اه وتيجي تشوف ايه بقى يعني بتاخد بالها من ايه بتاخد بالها الحاجات اللي ملهاش لازمة ان انت عمرك الكراكيب يعني تقصد الكراكيب الكراكيب بس انا عجباني فكرة الكتاب جدا انها تروح للناس وتقول الحاجات اللي ملهاش لازمة ممكن يتخلصوا منها ويستخدموها ازاي وكمان في الكتاب هي ماشية اا ايتم ايتم الكتب بتعمل فيها ايه وتنظمها ازاي وتتخلص منها ازاي الملابس الملابس حتى مقسمة الملابس كلام بس من غير صور من غير صور لا كلام بس ايه مشروع يبتقولك بس ستيبس تمشال مهم او الملابس الموسمية التزاكر والحاجات التسكرية اللي انت محتفظ بيها ايه تحتفظ بيه و ايه اللي ترميه اه دايما بتقول ان اصعب حاجة في موضوع الترتيب ده هو التخلص من الاشياء صح ان انت ترمي انت حاسس ان كل الحاجات اللي في البيت دي يجوز منك ايوه صح ففكرة ان انت تتعدي حكاية الرمي دي بعد كده اي حاجة هتبسها حلوة اوي والله فبرضو الناس اللي بتعاني من حتة الكراكيب وانه هو ينظم قطه بعد يومين تلاتة اللي هي الكراكيب التاني انا نصحه جدا من الكراكيب خليبك برضو دلوقتي دخل الموضوع في علم الطاقة وقصة كده يقول لك الطاقة السلبية بتواجدها في اماكن عاملة ازاي وبرضو بقى لها اتجاهات معاناة جوه المنازل انك تخلي مثلا اسرير عدته بشكل معين فدخلنا في تفاصيل الوان الدنيا ملحة ايه اللي حصل الله انا عجبني يا عمر بصراحة ان انت يعني رشحتنا عشر كتب يعني شملين لكل حاجة يعني اللي عايز يتكلم في تربية الاولاد موجود طبعا علم النفس التنمية الزاتية التاريخ الاجتماعي التاريخ الرياضي التاريخ الفني قصص قصيرة روايات مصورة رواية مترجمة من حقيق جدا على التشكيلة الرائعة دي ويعني انا عن نفسي فيه كم كتاب كده عجبوني على طول هروح اي مكتبة او قارب مكتبة اجيب منهم الكتب وقراها لانها فعلا كلها معلومات مهمة جدا طيب اتعايز اسألك سؤال الاخير هل في كتب لازم تتقري في الشتة ما تتقريش في الصيف والعكس صحيح ولا اللي بيحب القراءة بيقرأ اي كتاب في اي وقت هو اللي بيحب القراءة بيقرأ في اي وقت بس هو بيبقى فيه موت كده يعني الشتة ممكن واحد يعني عنده استعداد انه يقرأ رواية طويلة كتب مثلا صعبة فوية الصيف الواحد برضو كان لسه بنقول ان حره واحنا على نزب صعبية فمنحب ان احنا نقرأ كتب مثلا الرحالاتي مع اوبر ده مناسب جدا ان انت تقرأ هتخلصه اصلا في قعدة واحدة بس ممكن الكتب اصعب شوية يكون مناسبة اكتر مثلا للشتة او الاعدة البيت حلوة جدا حلوة ايوه شكرا يعني لك عمر نشانورتنا فعلا وشرفتنا وفعلا يعني عايز اقولك ان احنا حتة القراية ممكن تكون كل احد فينا بيقرأ شوية في الحاجات المجال اللي بيكون مهتمة بيه اكتر ففعلا انت لفت نظرنا على الحاجات التانية وفي معلومات عامة ممكن اكتسبها فعلا من كتب والتشكيلة فعلا زي ما نوران قالت فعلا كانت تشكيلة حلوة من حيكو شرفتنا ونورتنا في البرنامج شكرا لك عمر شكرا لك العادة ربنا خلينا يعني انت بقى التالتة تابتة بقى الجاية ان شاء الله ان شاء الله يزدل شكرا جدا ليك ربنا خلينا لسه مكملين معاكو باقي فقراتنا ولكل الناس المهتمية بعلم الفلك والأبراج هيكون معنا سابي بعد الفاصل يلا هنستنى مدخلاتكم معنا ونعرف كل اسألتكم تابعونا